وصلت مؤشرات البرصة ارتفاعاتها جماعيا في أول ساعة ونصف من الجلسة وسط حركة شرائية للمستثمرين المصريين والأجانب واتجاه بيعي سيطر على تعاملات العرب في أول تسعين دقيقة من التعاملات وارتفع مؤشر EGX 30 رئيسي بنسبة 96% في منتصف الجلسة وزاد مؤشر EGX 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 86% كما ربح مؤشر EGX 100 الأوسع ونطاقا بنسبة 75% وللمزيد بينضم إلينا دائما مينا بشرة مرسلنا الدائم في مقر البورسة المصرية أهلا بك مينا وهذه أول جلسة بعد أعياد شب النصيم والقيامة بالطبع ماذا لديك حتى الآن فيها؟ نعم مساء الخير ولا بداية تعاملات هذا الأسبوع صعود جماعية لمؤشرات البورسة منذ مستهلة التعاملات وحتى منتصف جلسة اليوم بدعم من القوى الشرائية المستمرة من قبل المستثمرين العرب عفوة المصريين والأجانب والمؤسسات أيضا المؤشر الرئاسي مؤشر EGX 30 مرتفع حتى هذه اللحظة بمقدار 1.16% ليصل المؤشر إلى مستوى 13.117 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم وبذلك يكون المؤشر الرئاسي استطاع أن يتجاوز مستوى المقرومة المستهدف مستوى 13.000 نقطة خلال بداية تعاملات اليوم أيضا بدعم من القوى الشرائية من قبل صغار المتعاملين ارتفع المؤشر السبعيني بمقدار 87.100 بيصل إلى مستوى 595 نقطة والمؤشر الأوسع نطاق المؤشر EGX 100 ارتفع أيضا بمقدار 1.6% بيصل إلى مستوى 1375 نقطة بمكاسب لها الأسهم المقريضة خلال النصفة الأول من تعاملات اليوم بكرابة الستة مليارات جنيه أخيرا بالنسبة لي مستوى السيولة فخلال منتصف التعاملات قد وصلت إلى مستوى 480 مليون جنيه وبحجم تداول تجاوز المائة مليون سهما وبإدماء لعدد عمليات تم تنفذها حتى هذه اللحظة بما يتجاوز 15 ألف عملية نعم أشكرك شكرا جزيلا ألقاك على رأسة ثالثة ميناء شكرا لك دائما ميناء وشكرا لكم